بعد نحو عامين من الركود الجزائر تفتح أبوابها من جديد أمام السواح الأجانب باستئناف نشاط الوكالات السياحية وتأطير الوفود والرحلات الاستكشافية القادمة من الأسواق التقليدية يعني ما نقدموش هذا يا بطل كل اللي نشوفو فيه رح يكون الرتور دانفستيسمان لما نجيبو ديتور اوبيراتور رح نفتحوه ونرحبو به ونساهمو فيه تعلمونا أنه مش الوزارة اللي هي تقوم بهذه الرحلة الاستكشافية هي تشرف عليها باب مفتوح لكل وكالات اللي عنده ديتور اوبيراتوري طرانجي ويشوف باللي رح تعود بالفائدة له قبل القطاع احنا مرحبا به مسعن يترافق مع اعلان السلطات عن نواياها في تخفيف وتسهيل شروط منح التأشيرات للسواح الأجانب دون التخلي عن مبدأ المعاملة بالمثل انفتاح سياحي متعدد الجبهات ينتظر ان يتوسع نحو اعادة بعث حركية الاستثمار في المنشآت السياحية والهياكل الفندقية باستقطاب رؤوس اموال اجنبية تحركات فعلية لاعادة الحركية لاضعف حلقات الاقتصاد الجزائري سيكون مصحوبا بمراجعة جذرية للترسانة القانونية والتشريعية المؤطرة للقطاع السياحي